اما في ملف الهجرة غير الشرعية فقد قال ترامب ان كلا البلدين تتعاملان مع خطر الهجرة غير الشرعية الى اراضيهما مؤكدا ان بلاده ماضية في استعادة السيطرة على حدودها وسيادة اراضها بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا فانهما يتعاملان مع احد التحديات التي استمرت على مدار زمن طويل وهي عدم السيطرة على الهجرة غير الشرعية والولايات المتحدة تتخذ خطوات قوية لاستعادة السيطرة على حدودها وسيادة اراضيها واستمر هذا التحدي طويلا واستطعنا السيطرة عليه بشكل كبير ولكننا سنوقف الهجرة غير الشرعية اعلم انكم تواجهون تحديات مشابهة في فرنسا وانا معجب سيادة الرئيس بقياداتكم التي اظهرتموها في مناقشة هذه التحديات بطريقة صريحة ومباشرة